لا يختلف إثنان أن للعيد طعم خاص في نفوس الأطفال وهم يتسابقون لقضاء أوقات ممتعة بمختلف الألعاب إلى أن ألعاب الفقراء في مدينة رميثة تختلف عن من سواها غابت وسائل الترفيه الحديثة وحضرت جذوع النخيل التي اختصرت عليها مدينة ألعاب الفقراء وتكفلت برسم بهجة العيد على وجههم رغم قصاوة ظروفهم المعيشية والله عمدينة رميثة يا منسية يا محروم يا فقيرة لا حايد كره إليها يعني نريد إحنا نجيها يقبل محافظ بولده هنا الشمس إذا فيهم لا منتدعب بانينا لا مسبح إحنا نجي يعني لأعاب رخيصة نجي هنا نلعب نتوالناس الشمس كاتلتنا كنا نصير نفسه دون العالم ونلعب نفس الوادم كل سنة إحنا نجي لنا ما عدنا فلوس روح للسماوي وعمر خيصة عم نجي لنا هنا والناشد كون نسوي هنا نلعب ويؤكد أهالي المدينة بأن لجوء الأطفال لهذه الألعاب هو لخلو مدينتهم من مدينة ألعاب تليق بأبنائهم رغم المبالغ الطائلة التي صرفت بمشارع خدمية دون سعي حكومي جاد لإكمال أفراح الأصال بمختلف الأعياد نحن نطالب بالمحافظ يحطلنا هنا متزه يحطلنا حديقة كل ما حصلنا صارنا سنين ومنين كل ما ماكو لا متزه لا حديقة هاي شوفتنا جذوعة الله وكي لكسة واحد واقع به سياسين مالتنا حاليين برلمانين موجودين عندنا هاي السحالين ما يجون يشوفون هاي لأنطلقهم كلها منا هاي شوفون الجذوعة هاي لقبلون أطفالهم يلعبون بهيتي مدينة بهيتي دراجات نارية معرضها لأطفال معلتنا الخطر العيد هنا يختلف عن الأماكن الأخرى في العالم ألعاب محفوفة بالمخاطر وتفتقر لأبسط مقومات السلامة عسى أن يكون آخر عيد لهذه الألعاب البدائية وتحل محلها مدينة ألعاب عصرية تليق بسمعة وتاريخ العراق من المثنى نجم الحميد الفلوجة الفضائية ترجمة نانسي قنقر